والآن نتحول إلى زميل محمد عبيد لاستعراض الجهود المصرية على مختلف الأصعدة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة إليك محمد شكرا لك دام القاس والداني يقر بهذه الجهود المصرية ليست فقط دام على مستوى هذه الأزمة وإنما على مدار عقود وهي تتبنى القضية الفلسطينية بتأكيد عيون لا تنام وضمائر تتألم تبحث عن نجاة فعلى مدار أسابيع مضت تجلى دور مصر منذ اللحظات الأولى وهي تحمل على عاتيقها تفكيك خيوط الأزمة في قطاع غزة بدافع من دورها المحوري والتهريخي في دعم القضية الفلسطينية وسلكت السياسة المصرية أكثر من مسار في وقت واحد لمعالجة الأزمة المسار الإنساني كان له اهتمام كبير حيث عملت مصر في ظروف بلغة الصعوبة على الإفراج عن المحتجزين بدافع وعيها بأهميته وإسهامه في تهديئة حدة الصراع فنجحت في الإفراج عن سيدتين محتجزتين بجهود وساطة وباكتسابها ثقة الأطراف في نواياها الحسنة ورغبتها في منع التصعيد الذي سيدر بالمنطقة بأكملها وتعمل مصر دوما على الإفراج عن المحتجزين من كل الجنسيات وتهيئة الظروف لنزع فتيل الأزمة وإنهاء الصراع بالأراضي الفلسطينية المحتلة المسار العاجل الذي أدركت مصر أهميته هو وضع قطاع غزة المترد والمحاصر منذ سنوات الذي تم من خلاله حرمانه من الماء والدواء والغذاء وحتى الكهرباء فأصرت مصر على الرغم من تعانونة جيش الاحتلال على ضرورة إدخال المساعدات عبر معبر رفح مع استمرارها لأهالي قطاع غزة كما نجحت في تبني المجتمع الدولي هذا المصار وحملت مسؤولية استقبال المساعدات في مطار العريش ونقلها إلى أهالي قطاع غزة أما المسار الثالث فتعمل مصر لدعمه منذ عقود مضت في كل اللقاءات والمحافل الدولية والإقليمية وما زالت تهتم به وهو مسار الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط فعقدت قمة القاهرة للسلام وأبرزت أهمية وقف إطلاق النار والتي مهدت الطريقة لتبني الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة حل الدولتين ودعوة الأمين العام لأمم المتحدة ومن بعده رئيسة وزراء فرنسا لهدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة خطوات مصر على ثلاثة مسارات كانت تهدف منها بنجاح المسار الرابع وهو خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وتحرص مصر على الضغط المتواصل والرفض القاطع لعملية العقاب الجماعي وإبراز تدعيات ما يحدث على أمن واستقرار المنطقة ما ظهر جليا في التأجيل المستمر لعملية اكتياح جائش الاحتلال لقطاع غزة بريا وإنظار جميع الدول بضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة في المشهد الإقليمي والدولي من أجل حفظ حقوق الفلسطينيين في دولتهم لنهي غيض من فايد مما تقوم به مصر من أجل القضية الفلسطينية كما ذكرت ليس فقط على مستوى هذه الأزمة وإنما منذ عقود على الدوام محمد هي قضيتها الأولى وقضيتها الرئيسية والشغل الشاغل كل شكر لك